في سياق آخر عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع وزيرة الثقافة إيناس عبدالدائم تم تقديمه من أنشطة فنية وثقافية ومسرحية في عدد من قرى محافظات الجمهورية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخطة الوزراء مقترحة خلال الفترة من يوليو عام 2021 إلى فبراير 2022 وخلال الاجتماع شدد مدبولي على الدور المهم الذي تقوم به وزارة الثقافة في تشكيل الوعي المجتمعي والتوسع في نشر المنتج الإبداعي إلى مختلف القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا ضمن استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية وترسيخ ثقافة الإبداع لدى الأطفال والشباب وتزويدهم بمهارات المستخبل لتطوير قدراتهم الإبداعية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بحياة المواطن إلى مستقبل أفضل